ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي يواصل جيش الاحتلال اقتحامات واعتداءات واسعة بالضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم وسط انتلاع مواجهات عنيفة كما شن الاحتلال عمليات اعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية وهنا تجردت الانسانية حيث اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي وبكل وحشية قسم الطوارئ بمستشفى ثابت الحكومي في طول كرم كما منع الطواقم الطبية من الوصول الى داخل المخيم الغصة والمعاناة واضحة على ملامح الفلسطينيين مع تزايد اعداد الشهداء في مختلف مناطق الضفة والتي كان اخرها استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي منزلا وتجمعات في مخيم طول كرم الذي شهد ايضا عمليات تخريب في البنية التحتية وكانت وكالة الامم المتحدة الاونوروى قد اكدت في وقت سابق ان العنف في الضفة الغربية المحتلة في اعلى مستوياته منذ خمسة عشر عاما مشيرة الى ان اكثر من الفلسطيني في الضفة الغربية تم تهجيرهم منذ بداية الحرب الاخيرة بسبب هجمات المستوطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة